السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مع سلسلة تعلم التلاوة من جزء عما برواية حفص عن عاصم معكم أختكم مرويدة في قناتكم قناة ورد للقرآن ترتيلا ونكمل مع سورة الماعون مع التنبيه على أهم الأحكام التجويدية والأخطاء الشائعة حرفا حرفا بالإتقان بعون الله وتوفيقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آرى نرقق الهمزة ونحققها ونخلصها من تفخيم الراء المفتوحة فلا نقول آرى وهذا خطأ والصواب آرى أ أيضا أحقق الهمزة الثانية مع الترقيق آرى أي يا ساكن مقبلها مفتوح فهو حفلين آرى أي تل أنتقن من فتحة التاء إلى تجديد اللام البينية همزة الوصل تسقط في درج الكلام فتصبح تل أرأيت الذي وتم جسرت الذال وبعدها يا ساكنة فهو من طبيعي بعده حرف متحرك إذن لدي يا ساكنة وبعدها يا متحركة لكن هنا ملاحظة مهمة جدا أن حرف المد لا يدغم بغيره إذن أظهر حرف المد وأظهر مثيله الذي يليه الذي نلاحظ كيف أتى المد طبيعي حركتين الذي يكذب شد الذال وأعطيها إتمام الكسر يكذب وتمضم تلبا والكلمة كلها مراقبة بالدين وتمتصر تلبا والدال نقف على النوم بالبينية ولدينا قبلها حرف مد إذن فهو عارض للسكون 2-4-6 حركات نقرأ الآية كاملة أرأيت الذي يكذب بالدين فذا لدي ألف صديرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهي حرف مد طبيعي فذا ثاني وتمكسرة اللام فذاني كلا أنتقل من فتحة الكاف إلى تجديد اللام اللينية التي فيها تغسط فذاني كالذي وتمكسرة الثال وأعطي المد الطبيعي حقه لا أدغم المد بما بعده الذي يدعو تم ضمة الدال والعين مع التجديد يدعو وأن الأخطاء الشايع أن يقال يدعو 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 لا خطأ العين مشددة يدعو أنتقل من ضمة العين إلى توسط النام الساكنة القمرية البينية ولو ابتدأت بهمزة الوصل أبتدأيها مفتوحة لكنها في الوصل تسقط اليتيم وتمكسرة التا نقف على النين بالبينية مع سكون العارض ونعطي العرض لسكون حقه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا من الطبيعي حركتين بعده حرف متحرك ولا يحو ثم ضمة الحا يحض وضمة الضاد مع إعطائها زمن التجديد وأصبر عليها وألاحظ أنها تخرج من حواف اللسان وتحتاج إلى استطالة فنصبر على هذا الحرف ولا يحض على مطبيعي حركتين طعامل أيضا لدي مطبيعي حركتين أعتني بحرف الطعفة وأقوى حرف التجويد طعامل أنتقل من كسرة الميم إلى توسط اللام القمرية ملمس وتمكسرة الميم نعطي السين الإسكان الرخاوة المسكير نقف على النوم بالبينية ونعطي العرض للسكون قبله حقه ولا يحض على قعام المسكير فويل يساكن ما قبلها مفتوح فهو حرف لين فويل تنوين وبعده لام فالحكم إدغام كامل بلا غنة فويل أصبر على اللام الثاني لا أستعجل عليها لا أقول فويل للمصلي لا اللام الساكنة دائما تحتاج إلى زمن بينية فويل للمصلي أصبر على اللام الثاني المشددة نقف على النوم بالبينية ونعطي العرض للسكون حقه ونعطي العرض للسكون حقه ولا ننسى أن الصعود من حروف خص صبغط ونقف أعطيها التفخيم وأورق إقناقي الكلمة فويل للمصلي اللا أشد اللام أعطيها البينية والتوسط الذي يا ساكنة ما قل لها مكسور فهو حرف طبيعي الذين هم وتمضمة لها أصبر على المين فهي من حروف لن عمر بعدها حرف عين فالحكم إظهار شفوي هم عن صع نون ساكنة وبعدها الصعود فالحكم إخفاء ويحتاج إلى هن مفخمة يعني حرف الصعود مفخم عن صلاة ورقق اللام ولا تفخم وخلص اللام من تفخيم الصعود فلا أقول صلاة كرواية ورش وإنما نحن نقرأ بحفص فلنقروها صلاتي وتمكسرة التاتهم ولها وأصبر على المين لأنها ساكنة وبعدها حرف السين فالحكم إظهار الشفوي صلاتهم سا من الطبيعي حركتين هون أيضا هنا لدي من الطبيعي وصلا ولو وقفت يتحول إلى عرض للسكون لوقوفه على النون بسكون العارم أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أَلَّذِي أيضا نصبر على اللام مع التجديد وتمكسرة الذال وبعدها مطبعي حركتين أَلَّذِينَ هُمْ وتمظمة لها ونصبر على المين بعد المين الساكنة لدينا ياف الحكم إظهار الشفوي نظهر المين ونظهر اليا هُمْ يُرَاءُوا لدي حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة فهو مد طويل منفصل يومد نقدار أربع إلى خمس حركات مععطاء الرا أقوى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف ولو وقفنا عينيون نقف في العرض للسكون بسبب غفنا على سكون العرض وقبله حرف من الذين هم يراءون ويم أصبر على النين أعطيها زمن بينية ويمنعوا من الطبيعي حركتين وهو ساكن وقبلها مضموم ويمنعون نل انتقل من فتحة النون إلى إسكان النام القمرية البينية ويمنعون الماء الطبيعي حركتين عون لو وقفت علي أقف بالعرض للسكون مع أعطاء النون زمن البينية والكلمتين مرققتين ويمنعون الماء عون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن تنستغفرك ونتوب إليك لا تنسونا من دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر